موسيقى الآن الحاصل أن في روسيا مثلا أو في أوكرانيا يستعينون بالمسلمين على قتال غير المسلمين هل هذا قائد في الشريعة الإسلامية أم لا في فريق من أهل العلم يقول إذا كان المسلم يدخل مع غير المسلمين ليقاتل غير المسلمين ويوقع بينهم في الحرب أكثر حتى يتضمروا أو شيء فهذا أمر جائس هذا قول للإمام ابن حزم رحمه الله قال لك هؤلاء كفار حربيين وهؤلاء كفار حربيين لأننا لدينا الكفار أنواع نحن نتكلم عن الكفار الحربيين الذين يقاتلوا الأصل هم أصل يقتلوا المسلمين فالآن هم نشغلوا ببعضهم هل لو أن مسلم مثلا دخل واستطاع أن يجعله منهم يقتلوا بعضهم هل هذا جائز فيه فريق من العلماء كالإمام ابن حزم يقول إن استطاع أن يفعل هذا فهو أمر حسن قيل له يا إمام فيه فريقين من كفار بيقتلوا بعضهم تمام أول شيء هل يجوز لنا أن نجلس ونشاهد هؤلاء يقتلون بعضهم بعضا أم لا وهل يجوز لنا أن ندخل مع أحد الفريقين لقتال الفريق الآخر أم لا اللي هي المسألة الآن علما أنني أدخل بنية أيها أن أقتل كافر فأؤجر أو يقتلني كافر فأمشهيد يعني أنا دائر بين حالين إما أن أقتل أو أقتل فهل نيتي هذه تنفع أم لا كان إيه رد الإمام كان الإمام ابن حجر قال إيه أو أما مجرد المشاهدة فهذا لا إشكال فيه أنتوا تشاهدوا الأولان نعم وأما أنت تدخل مع أحد الفريقين فقال يجوز للمسلمين أن يقاتلوا كل من الفريقين ويجوز للمسلمين أن يقفوا مع أحد الفريقين في القتال الآخر بشرط إعلاء كلمة الله والنكاية في القفار